موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان مرحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم لدينا حلقة في غاية الأهمية وحابب ألقي بعض الضوء على موضوع كتير كتير مهم هو موضوع فتح العيون بعنوان أريد أن أبصر من بداية الأيام حتى الله لما ابتدأ في عمل الخليقة وقال الله ليكن نور فكان نور وعلى طول أول أعماله أنه فصل بين النور والظلمة ومن ذاك الوقت طبعا النور يحارب بالظلمة والظلمة لم تدركه والظلمة تحاول أن تحارب بالنور وطبعا هذا الصراع حتى يومنا هذا صراع سواء أبناء النور مع أبناء الظلمة ظلمة هذا العالم ظلمة هذا الدهر فهذه الحرب الشرسة ما زالت حتى يومنا هذا ولكن عندما جاء يسوع المسيح هو نور العالم جاء لكي يشرق بنوره ويفتح العيون ليس فقط الجسدية ولكن العيون الروحية لكي تبصر ونحن في هذه الأيام وصلنا إلى حالة كل المقييس وكل المعايير اختلفت وتغيرت وطبعا كثير من الناس فقدت التمييز أو الحس الروحي وصرنا في هذه الأيام تنطبق علينا الآية في إشعية خمس آية عشرين ويل للقائلين للنور ظلمة والظلمة نور وطبعا للمر حلو والحلو مر أو الخير شر والشر خير يعني معاييس انقلبت بدل ما يشوف النور عم بيشوف الظلمة والغريب انه ممكن يحارب بكل الوسائل وكل الإمكانيات حتى يثبت نفسه وكل الموضوع هي صلاة بسيطة افتح عيني حتى أرى النور أو كما يقول الكتاب المقدس بنوره نرى نورا ابقوا معي سأتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل أهلنا حبائنا مشاهدينا اسمحوا لي أن أقرأ من كلمة الله في الإنجيل المقدس بشارة لوقة إصحاح الثامن عشر ورح ابتدي من آية خمس وثلاثين ولما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروه أن يسوع الناصر مجتاز فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهره المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل بك فقال يا سيد أن أبصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله يبارك لنا رب كلمته على ما سمعنا في هذا الوقت هذا الأعمى كان موجود في منطقة أريحة أو بالأحرى بين أريحتين القديمة والجديدة وهذا الشخص لما سمع الظهر نسامع عن يسوع الناصر أنه يصنع المعجزات ويشفي العميان فأول ما سمع وهذه كانت الفرصة الأخيرة لأن يسوع رايح للصليب إلى أور شليم فصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني طلب الرحمة من يسوع المسيح حاول الجمهور الغفير اللي ماشيين مع يسوع أنه يسكتوه ولكن صرخ أكتر عنده احتياج فوقف يسوع وطلب منهم أنه يتقدم وسألوا سؤال زي ما في الحلقة الماضية تكلمنا عن لمسة التطهير الأبرص قال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني وهنا سأل يسوع هذا الأعمى سألوا ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد لاحظ قال له يسوع أبصر قوة سلطان جلال حضور إيمانك قد شفاك وطبعا هنا شفاك تعني أيضا إيمانك قد تخلصك لأنه فعلا مجد الله وتبع يسوع وكمل مع الجمهور إلى أور شليم ولكن عندما جاء إلى يسوع جاء بإتضاع بحسب البشائر الأخرى ترك الرداء وركض لعند يسوع وهناك طبعا صرخ ارحمني يابن داود يعني هي ابن داود يعني ضمنيا اعتراف من هذا الأعمى أن المسيح أو أن يسوع هو المسيح المنتظر وأنه الملك وبكلمات يسوع أبصر سلطان يسوع بقوة الخارقة فتح عيني الجسدي وقال له إيمانك قد شفاك يعني إيمانك قد خلصك فتح أيضا عيونه الروحية من هذا أحباء نستطيع أن نفهم بحسب بشارة مرقص أن هذا الأعمى اسمه برتيماوس ابن تيماوس واحد من سكان أريحة وبحسب بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاء عشرين متى بيذكر أنه كان فيه أعميان ولكن الظاهر أنه المتكلم والمتحدث في هذا الموضوع كان برتيماوس وطبعا منشوف أنه يسوع أحبائي أنه كانت الناس تدنوا إليه الخطاء والعشرين والزناة والبرس البرس كانت تأتي إلى يسوع ولم يتنجس المسيح بلمسة الأبرس بل كانت تطهر بلمسة يسوع المسيح وهكذا النازفة وهكذا الميت أقامهم جميعاً شيء آخر أحبائي منشوف فعلاً محبة الرب يسوع المسيح أنه كان ممكن في لأنه لحظات صعبة جداً المسيح رايح للصليب وكانه مش وقته إسه يعني تصرخ ولكن دايماً يسوع المسيح كان يقترب من العميان ما كانش يمنعهم كانوا يأتون إليه بجرأة وبثقة عالمين أنه عنده القدرة على الشفاء فالمسيح كان يحب الناس كان بيرحم كان بيحب وكان بيتحنن وهذه طبيعة يسوع المسيح ما في شخص اقترب من يسوع إلا واتغيرت حياته في لمسة في يسوع المسيح اللي كانت فعلاً بسلطانه وبقدرة الخارقة كان يقوم في هذه المعجزات فإذا أحبائي هاي المعجزة حدثت عند أريحة وواضح هون اندل على شيء بدل على سلطان المسيح على محبة المسيح على قدرة يسوع المسيح وإشارة أنه لصدق دعوة المسيح أنه هو المسيح المنتظر وأنه هو الملك وأنه هو المخلص من يستطيع أن يقول إيمانك شفاك إيمانك خلصك الإيمان بمن ما هو استرحم يا يسوع ابن داود ارحمني قال له إيمانك قد خلصك وهذا اندل على شيء هو اعتراف أيضاً بلهوت يسوع المسيح القادر على كل شيء في معجزة أخرى مذكورة بإصحاح كامل في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس في إصحاح تسعة بيتكلم أنه يسوع كان مجتاز وشافه أعمى وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أكيد فيه مصيبة وراء هذا المولود أعمى بحسب تقاليد اليهود طبعاً ولكن المسيح عنده حل تالت مش تفكير التلاميذ ولا تقاليد اليهود عنده الحل بتاعه الحل الإله يعني لاحظ كلام يسوع المسيح قال هذا لا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طيناً وطل بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل وأتى يعني رجع بصير لاحظ في هذه المعجزة أن يسوع عنده القدرة وهذا هو حل ليسوع المسيح ليس بحسب تفكير الناس بتذكرني في كلمات مشابهة في صحيح 11 عندما أرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض طبعاً مرت ومريم أرسلوا وراء يسوع لأنه العازر كان مريض كان جواب المسيح هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله بس بالحقيقة إنه العازر مات وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان إليه أربعة أيام وبالحقيقة إنه أنت يعني خلاص رحته طالعة ولما راح عند القبر قال لمرثة إن آمنت ترين مجد الله عنده حل غير الحلول البشرية صرخ العازر هلما خارجاً فطبعاً خرج العازر وأقام من بين الأموات أو بالأحرى كما فعل مع المولود أعمى فعل مع العازر أي أنه خلق خلق عنين لهذا المولود وخلق جسد جديد لألعازر والسؤال من هو الخالق ومن يستطيع أن يخلق الذي به أيضاً عمل العالمين كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به وله الكل قد خلق وفيه يقوم الكل فإذن المسيح هو الخالق والمهيمن والحافظ كله بكلمة قدرته يفك يعني إيده الكلمة كل الكواكب وكل العالمين بتنهار هاي المعجزة تعتبر واحدة من أقوى المعجزات شخص مولود أعمى إذا أعمى بارتماوس اكتشف أن المسيح هو المسية هو الملك هو الشافي وهو المخلص ولكن هون في بشارة يحنى هذه المعجزة يسميها آية والآية هي علامة لكي يوضح هوية يسوع المسيح لكي يعبر عن شخصية يسوع المسيح لكي يظهر تفوق يسوع المسيح لكي يظهر لنا جلاله وسلطانه على كل شيء المسيح يتكلم فيحدث الشيء لهذا أخطأ والأبوا ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل وفعلا تفل وصنع من التفل لقطين وطلع عيني المولود أعمى وقال له انزل لتحت يعني قريب من الهيكل في بلد اسمها سلوام هناك في بركة مشهورة واليوم اكتشفوا الحفريات هذه البركة وهناك نزل طبعا واغتسل في البركة أطاع ورجع بصير أبصر كنا نظن أن هذه المعجزة تسبب إيمان للناس ولكن قامت وقعدت الدنيا ولسيما من رؤساء الدين من المتدينين فلاحظ لما شف هذا المولود سألوا أول سؤال كيف انفتحت عيناك في آية عشرة في يوحنة تسعة أجاب أجاب ذاك وقال ما بعرفش عنه كتير لكن كل اللي بيعرفه إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك قال لا أعلم وهنا حباقي هاي المعجزة بنتعلم فيها التدرج بالإعلان هذا الشخص اللي انفتحت عينيه لأنه أول مرة بحياته بيشوف النور بيشوف الشجر بيشوف الطبيعة وبالحقيقة لما تكلم معايا سوع تكلم بس ما شفوش لأنه راح للبركة لما رجع من البركة رجع يعني مبصر بالتمام ولكن كل اللي عرفه من السمع ومن الناس إنسان يقال له يسوع وطبعا هذا الجواب ما كانش كافي للفرسيين لأنه بالنسبة لهم كان اليوم السبت وبالنسبة لهم تقليد السبت أهم من إقامة مية ولا فتح عيون أعمى ولا الشفاء أي شخص في يوم السبت فطبعا برضو استمروا في الاستجواب قالوا الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله فطبعا كان الجواب الآخر المجموعة الثانية لضد الفرسيين كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات كان في انشقاق رجعوا سألوا الأعمى مرة تانية طيب ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك أنت شو رايك في الموضوع فقال إنه نبي نبي طبعا بحسب نبوة الكتاب موسى تنبأ عن النبي وهون بيتكلم بحسب يمكن معلوماته الكتابية في الطورة ولاحظ ابتدى في إنسان الآن يقول ابتدى يعني الآن عم بيشوف فابتدى يقول أنه نبي فطبعا لم يصدق اليهود أنه كان أعمى فأبصر دعوا الأبوين وطبعا كانوا خايفين أنه إذا أقروا أنه بينطردوا من المجمع يخرج من المجمع فراحوا دعوا هذا المولود أعمى اللي اتشفى كمان مرة فسألوه أعطي مجد لله يعني كأنه اللي عمل هو كسر السب فهو رجل خاطئ فبقلوله هذا الإنسان خاطئ لاحظ التدرج قال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا وحدا إن كنت أعمى والآن أبصر وهي شهادة المفديين على مر العصور والأزمان ما نعرف لأنه هذه معجزة إلهية كنت أعمى والآن أبصر وطبعا الفرسين ما زالوا طبعا بيستجوبوا هذا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك مع أنه حكى لهم صنع وتفل وصنع من الطين تفلا يعني أنه خالق ما هو الرب لما خلق آدم صنع إيش من طراب الأرض وكأنه هذا الشخص ولد ناقص فعم بيخلق وطبعا هي الرسالة هون رسالة روحية لأنه في ناس عميان لكن روحيا مبصرين ومستنرين وبيعرفوا بينتزر الحياة الأبدية ولكن في ناس عيونها مفتوحة ولكنها لا تبصر كيف فتح عينيك فعم بيحكي لهم فراحوا شتموا فقالوا نحن نعلم أن موسى كلموا الله شف الرد لهذا الرجل هذا إعلان أعلى شوي قال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عينيه هون صار معلم للهوت هذا الشخص ونعلم أن الله لا يسمع للخطى ولكن إن كان أحد يتق الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع بعدين يكمل منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عينيه مولود أعمى لأنه بالحقيقة هاي بس من اختصاص المسيح في معجزات بالعهد القديم ولا توجد معجزة واحدة اللي هي فتح العيون لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا وطبعا طردوا من المجمع في النهاية أحباء مكتوب فسمع يسوع أنهم أخرجوا خارجا فوجده وقال له أتؤمن لاحظون التدرج يعني ابتدى بالإعلان إنسان يقال له يسوع الإعلان ارتفع أنه النبي ابتدى يرتفع أكتر كنت أعمى والآن أبصر ثم الإعلان ارتفع أنه من عند الله يعني مش طبيعي يكون إنسان بيتكلم كلمه بيفتح عنين أعمى من عند الله وهنا أحبائي قمة هذا الإعلان هو إعلان من يسوع ذاته سأل فوجد أتؤمن ببن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته بالأول سمع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو نفس الكلم أهيا الذي أهيا الكلم يهوى الله في العهد القديم فقال أؤمن يا سيد ومش بس آمن سجد ليسوع المسيح هذا الإعلان الكامل أن المسيح هو ابن الله وأن المسيح قابل السجود والعبادة ولم يمنع هذا المولود فإذا أحبائي كيف فتحت عيناك يسوع المسيح هو الذي يستطيع أن يفتح عيون العمي لاحظ ردة الفعل في يحن 12 آية 37 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمن به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب إشعياء 53 لهذا لم يقدر أن يؤمن لأن إشعياء قال أيضا في إشعياء إصحاح 6 طبعا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه شو كانت المشكلة الكبيرة المشكلة القديمة المشكلة الحديثة أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة وهنا يقول يسوع المسيح لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله فالنبي الكاذب هو الذي يمجد نفسه وهو الذي ما عنده أي فعل ولا تأثير ولا فاعلية ولا ثمر ولا معجز ولا ما شابه النبي الكاذب هو الذي يهتم بنفسه وإشباع رغباته من نساء ومن خيرات ومن السبي ومن الجوار ومن يعني بيكمل هذه صفات النبي الكاذب لكن هنا أحبائي كان يصنع خير يجول يصنع خير ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس فإذن انفتحت عني وهذا مهم جدا أحبائي لأن هذا اندل على شيء بدل على طبيعة وهوية يسوع المسيح وعلى إرسالية يسوع المسيح وعلى رسالة يسوع المسيح لأنه هو نور العالم في يحنى 8 آية 12 أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلم بل يكون له نور الحياة فالمسيح أحباء نور العالم هو النور الحقيقي هو نور للأمم فإذن المسيح نور العالم لم يتكلم بآية مجرد الكلام ولكن كان يفعل ما يقول وهذه طبعا صفات الشخص الحقيقي في يحنى 6 35 قال أنا هو خبز الحياة لكنه أشبع الآلاف وهنا في يحنى 8 قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي في يحنى إصحاح دعش قال أنا هو القيام والحياة أقام العازر من بين الأموات بل أقام يسوع نفسه من الموت في مصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح فإذن هاي نقطة مهمة جدي كتير في معجزات كتير صنعة ولكن اختصاص فتح العيون هو اختصاص الرب يسوع في إشعية 29 في إشعية 35 إشعية 49 آية 6 إشعية 42 آية 6 إشعية 9 آية 2 3 الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور في أعمال 13 47 بتم من نبوه في العهد القديم أرسلك نور للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض فإذن أول شيء أحبائي اليهود بالنسبة لهم خلي بالك أنه عشان يعرفوا مين المسيح فهون عم بيعمل أمور اللي بتثبت مصداقيته أنه هو المسيح المنتظر فاليهود كانوا بينتظروا علامات ليه المسيح أهم علامة وأول علامة أنه المسيح هو الذي يفتح عيون العمي تتذكروا في إنجيل متى إصحاح 11 سأل يحنى أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ولا نستنى مسيح تاني فكان جواب المسيح ليحنى أول جملة العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي ووافي لمصداقية المسيح أنه يفتح العيون العمي بل أعطى هذه الإرسالية للتلاميذ عندما قال الأعمال التي أعملها أنا تعملون أعظم منها لأني ماض إلى أبي وعندما بعت التلاميذ في إرسالية قال يعني أخرجوا شياطين أقيموا موتى افتحوا عيون فإذا فعلا كان يفتحوا العيون وكانوا يتمموا مشيئة الرب يسوع المسيح العلامة الثانية بالنسبة لليهود أنه المسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثنى عشر فهم هاي الموضوع قيافة اللي مع إنه كان ضد المسيح ولكنه تنبأ نبوه اللي هي بتنطبق على المسيح قال لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد وفعلا مسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل ولكن عمل شيء أكتر قال لي خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتب تلك حتى تكون رعية واحدة اليهود والأمم فوحدهم من خلال عمله في الصليب العلامة التالتي المسيح والذي يبني الهيكل قال يسوع أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام كان يتكلم عن هيكل جسده فإذا واضح أن يسوع المسيح تمت فيه هذه المواصفات لأنه القادر على كل شيء اللي تمت فيه نبوات العهد القديم وهو الذي يتكلم بكلمة فيستطيع أن يحقق كل شيء ابقوا معي سأوصل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشاهدين عدم الإيمان بيسوع المسيح يعتبر كارثة فالمسيح عنده مصداقية وتخيل كل الأمور اللي عملها وداما منقول لكل أحبائنا مجرد أنك بس تقرأ الإنجيل المقدس فيه نور وهذا لابد أن تنفتح عيناك لابد لابد أنه الرب يفتح عنيه الخوف والشيطان اللي بيشل أذهان الناس بيعمي أبصارهم لألا يبصروا وتصور أنه يعني مثل الفرسيين رؤساء الدين اللي بيقودوا الشعب كامل بالعمة كما قال يسوع أعمى يقود أعمى كلاهما يقعان في حفرة النتيجة أنه بيذهبوا إلى الجحيم بسبب سماع القيادي بدون ما يفحص بدون ما يبحث من نفسه ولكن نشكر الله ملايين من الناس في هذه الأيام انفتحت عيونهم لأن هذا هو عمل الروح القدس يفتح العيون رح أواصل حديثة بس حابب أخذ مكالمة أو اتنين وبستكمل حديثة المكالمة الأولى من زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخي زكريا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا حبيب زكريا أهلا بيك شكرا جزيلا شكرا يا أخي زكريا وأشكرت على برنامج لكم نور كأن النور وزيد الضلام وضلال إخلام الرب يباكك حبيبي اتفضل يا أخي زكريا اتفضل الناس والخراف والخراف والتال وعيون الشباب أمين واجاء رب يسو والنسيح والشفاعيون قلوبهم لكبصير ونور ونور إلى الضلام ولكن سيأتي كما قال رب يسوع المسيح الذي قد يسقونكم الحليب الردي الطار وهو الرسول محمد يسعله قد الطارق الذي قاد نص سكان القرآن إلى الضلام والجهل للضلام الإسلام وكذلك خرافة خرافة ورق وفادها إلى رضي المقبل الكلسول النار ورفطها وبحث عن الزفري وإعمارهم وإذنهم في دالة نجان بس مدة 14 شرطان تتفيقوا يا شباب أخ زكريا الصوت مش واضح الصوت مش واضح الصوت واضح تفضل الله يحفظك قلت المحمد الرسول الكباب هو الذي سنبقى عليه يا ربي يسعنا في الإنزيل حين قال يأتي أنديكم كذبة يسعونكم الحليب في الطعم أي عبر المدارس التي تدرس مادة الطربي الإسلامية وتتخذر المقول أبطال وتحول من ملائكة إلى الشياطين وإعمال يجب إزالة تلك المادة مادة الطربي الإسلامية التي تأمي باطرة الكلامي دول السداء والأطفال ويجب محاسبة وزارة التعليم المغرب والدول العربية وزامة الدول العربية وزامة الدول الإسلامية التي تفرض الإسلام كدير للأمة ومحاسبة 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 الحكومات العربية تقول بأنها تنتق بإسم الشعوب أبطال التي كانت مزور والمجاحة والجهل والغارة الإسلام إذا مات أخ زكريا أخ زكريا بس عاوز أقول لك أنه يعني رسالتك وصلت حبيبي ولكن بعتذر أنه الصوت فعلا الصوت مش واضح يا أخ زكريا لكن أنا بشكرك من كل قلبي على المداخلة وطبعا يعني خلينا ننتبه يعني لكلمات الرب يسوع المسيح وطبعا الشيء اللي بعجبني في يسوع المسيح الطهارة والقداسة والتطحية يعني ما كانش بفكر في الزات مكتوب عن يسوع المسيح الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة ولكن الكارثة هنا لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن لا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذا فإذا في حرب شعواء اللي بحب النور لابد أن يأتي إلى النور كل إنسان في قلب وفي داخله عاوز يكتشف النور الرب مش رايح يترك هذا الإنسان والكتاب المقدس واضح أنا يعني كل اللي عاوز أقوله إذا صعب عليك اقرأ فقط إنجيل يحنى يعني ممكن تقرأ بساعة سعتين إنجيل يحنى 21 إصحاح مش صعب وأنا بأكد لك لو قرأته رح تتغير حياتك رح تشوف أمور خارقة عظيمة لأن النور بيفضح الظلمة والنور بيكشف من كل قلبي مثل ما سمعنا من زكري إنه فتحت عيني إنه الله يفتح العيون على فكرة بغض النظر أنت كنت مسلم مسيحي يهودي أي شخص بشاهدنا الرسالة هي وحدة أنا بتكلمها على التيفي على السوشال ميديا في المنبر في الكنيسة بسفر لأي دولة ما فيش رسالتي واضحة بجرأة بدون خوف لأنه أنا مش قصد إنه أقلل ولأهين ولكن فعلا فعلا عيب إنه نحط أي نبي أي عظيم أي شخص نقارنه بيسوع المسيح ما بنفعش ما بنفعش فأنت لما بتصطدم بيسوع أنت أمام الله الظاهر في الجسد مش مجرد كلام تقول أستغفر لا لا جرب اقرأ وبعد ما تقرأ أحكم لأنه كثير من العقائد المسيحية مساء فهمها لأنه كثير قيادات فرضوا على شعوبهم إنه ما يقرأوا الكتاب المقدس لأنه فعلا إذا اكتشف إذا اكتشف رح يجل الحق ورح يبصر النور شيء تاني وضعوا قوانين صارمة إنه إذا شخص ترك دينه يعاقب أو يحاكم فطبعا أو لا يستطيع أن يغير ديانته أو لا يستطيع أن يغير اسمه فالدائرة تدور فطبعا إذا هذا القانون بضل فإذا عم تتحرك من خوف خايف وعم بتدافع على إله وهذا الإله الذي يعبد النبي لا أعرف مين بيعبد مين ولكن اللي عاوز أقوله أحبائي رسالة المسيح واضحة ينير يشفي يحرر يخلص يبارك أيضا طيب كان في مكالمة ممكن نرجع لها فهي الشفاء الجسدي هو عمل روحي عميق وهذا كان مفهوم التلميذ ومفهوم كمان أنبياء الله في العهد القديم يقول كتاب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته في كولوسي لصحة الأول في أفسس مكتوب لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب أسلكك أولاد نور مرة تاني بقولك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح وهكذا أحبائي كما بولوس تتكلم عن اختباره قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض دايما النور أو فتح العيون هو دلالي على الخلاص الروحي وهذا فقط من اختصاص يسوع المسيح لا يقدر أحد أن يخلص أو كما هو مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور أحبائي لا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الشخص اللي في المسيح صار نور المسيح أيضا من أجل هذا أحبائي المسيح هو نور العالم النور الحقيقي نور الأمم بنوره هو المصدر بنوره نرى نورا الرب يفتح أعين العمي في مزمور 146 الرب يقوم المنحنين يشفل منكسرين القلوب ويجبر كسرهم بنفس الإصحاح مزمور 146 المسيح على فكرة صنع كثير لما قال العمي يبصرون بيتكلم عن كم هائل من معجزات فتح العيون يعني إحنا حكينا عن المعجزتين الشهيرتين أعمى بارتماوس في أريحة أو المولود أعمى اللي كان عند الهيكل قريب من الهيكل ولكن في معجزة أخرى قوية جدا اللي هي حدثت في بيت صيدة بيت صيدة اللي هي عند بحيرة طبرية بيت صيدة كانت بلد شرير وكان فيها عبدات وثانية قديمة ولكن فأعمى المسيح كانت واحدة من المدن اللي بيسكنها اليهود ويبتشوف القصة في مرقص إصحاح تمانية فكان فيه شخص أعمى وهم يعني الناس اللي قدموا هذا الأعمى ليسوع المسيح وكأنه تحدي فالمسيح معجزاته مش استعراض فأخذ هذا الأعمى خارج المدينة وطبعا عمل يعني الشفاء كان على مرحلتين المرحلة الأولى تفل ولمس يعني مش بس تفل يعني على عينين هذا الأعمى وكمان لمس عينين والشفاء كمان كان على مرحلتين المرحلة الأولى هذا الشفاء لما أول مرة قال شاف الناس كأشجار يمشون وطبعا بحياته مش شاف لأول مرة بيشوف يعني فظاهر أنه كان يشوف الناس كزي طوال زي الشجر فرجع المسيح لمسه وعاد صحيحا كما يقول الكتاب المقدس يعني المسيح ما عنده طريقة واحدة على فكرة في المعجزات يعني المولود أعمى مكتوب عنه تفل وصنع من التفل طينا وهذا الأعمى مكتوب تفل في عيني وأبصر وعاد صحيحا ومش بس فيه معجزة في مرقص سبعة عن واحد يعني كان أصم أعقد برضو أخذوا من بين الناس أو من بين الجمع ووضع أصابعه في أذني حط الأصابع في الدنين في الأذنين وبردو تفل ولمس لسانه مرات كان بيتكلم مرات كان بيلمس وهون كان فعلا عم بيخلق لسان وأذنان جديد دادتان فهذا هو عمل الرب يسوع المسيح شفاء العمي في منطقة الأمم مكتوب فجاء إليه جموع كثير معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم شف كل العمي في الهيكل في الهيكل وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فهو يفتح البصر والقلب والذهن والبصيرة أيضا خلينا نأخذ فاصل ورح أستكمل حديثي ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائي مشاهدينا في كل مكان يسوع المسيح هو النور الحقيقي يسوع هو مصدر النور وخالق النور ومانح النور لا تقول في شخصية في كل الوجود يستطيع أن يفعل هذا العمل يسوع هو النور هو مصدر النور هو خالق النور يقول عنه الكتاب المقدس ومانح النور ومانح النور أحبائي تعرفوا واحدة من أعظم القصص في العهد الجديد هو هداية وتجديد شاول الترصوصي شاول كان متعصب جداً كان ينفث تهدداً وقتلاً يعني سم ببث سموم الكراهية ضد المسيحيين مثل كتير حالة ناس اليوم اللي عم بيقتلوا وبيظنوا أنه عم بيقدموا خدمة لالله شاول أخذ تصريح من رؤساء الكهنة في أورشاليم وصار شمالاً إلى سوريا ولما اقترب من دمشق فقال على الأرض نور عظيم جداً وبالحقيقة عمى وبعدين قال ماذا تريد يا رب ماذا تريد أن أفعل قال لروح اذهب إلى دمشق وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل لما منقرأ عن إيش كان الله عاوز من شاول قال أنه هذا إناء مختار يحمل اسم أمام ملوك وأمم وبعدين نقرأ أنه كان رسالة المسيح لشاول قم على رجليك لأن من أجل هذا انتخبتك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً لاحظ الكلام منقذاً إياك من الشعب يعني من اليهود ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم هذه الإرسلية تفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين شو كانت الإرسلية تفتح العيون ليه نفتح العيون لأنه فتح العيون دلالة على الخلاص والتحرير من سلطان الشيطان مكتوب عنه الذين فيهم إلى هذا الدهر يعني الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله شو يسوع بيعمل؟ لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح أي تنظر لهذا الوجه لابد أن تخلص من خطيئ رح أخذ مكالمي أهلا وسهلا أخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال قالوا أخ نزار سلام ونعمة المسيح معاك وأنا مفتوطة كثير كثير وسعيدة أنه شفت حضرتك مرة أخرى وبالبرنامج مباشر الرب يباركك ويتمجد في خدمتك وين ما تقول شكرا أخ نزار أنا 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 الرب يسوع المسيح له كل المسيح يقول لهم عيون ولكنهم لم يبصروا ولهم آذان ولكنهم لم يسمعوا فأنا كنت من الأشخاص اللي عندي عيون لكن لم أبصر علما كنتم مسيحية متدينة لكن بعد ما الرب نور حياتي ودخل حياتي وقلبي ونور فكري فأصبحت دائما أقول سنت أعمى والآن أبصر بعد ما فتح عيوني أصبحت أقرأ الكتاب المقدس بيقلب بيقلب مليء بالإيمان وبعيون أفهم الكتاب المقدس قبل كنت أقرأه ولا أفهمه فالرب يسوع هو يفتح العيون يفتح القلوب ويخلق الإنسان خليقة جديدة ونشكر هذا الإله العظيم اللي غيرني واللي حولني من مسيحية متدينة إلى مسيحية مؤمنة حقيقية مولودة والولادة الثانية وأنا أصلي لكل شخص أن ينمس أن يعرف هذا الإله الحقيقي حتى ينمر قلبه وعقله وفكره ولمن يختبره وحيقول كنت أعمى والآن أبصر آمين شكرا أخي والرب يباركك والرب يباركك أخت فريال شكرا كتير مبسوط أن أسمع منك أحبائي يسوع هو النور رسالته هي النور دعوته أن نكون أبناء النور إرساليتنا هي إرسالية يسوع فتح العيون وتحرير الناس من الظلمة لكي يأتوا إلى النور وهذا النور هو عمل يسوع المسيح مش بس يسوع هو النور كلمة أو كلام الرب كلام يسوع المسيح هو النور لاحظ بالكلمة مكتوب وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم أحبائي يسوع المسيح مكتوب عننا أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فالشفاء الجسدي أو فتح العيون هو رمز للشفاء الروحي والخلاص من الظلمة والخطيئة من هذا العالم الفاسد الشرير بحسب فليب باتنين لكي ننير في هذا العالم كأولاد النور كأنوار في هذا العالم الله هو الخالق العيون الجديدة والله هو الذي يصنع هذه العيون لأنه خالق البصر وهو الذي يستطيع أن يقوم بهذا الموضوع هذا تعبير عن طبيعة المحبة والحنان لأن المسيح اقترب إلى الأعمى ما قالوش روح مش فاضي لك لأن المسيح هو شمس البر والشفاء في أجنحتها أعطى التلاميذ واليوم هاي الرسالة عاوزين أن العيون الروحية تنفتح بتلمة الله فتح كلامك ينير يعقل الجهال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي قال المرنم الرب نوري وخلاصي تخيل الرب يعني يا هو نوري وخلاصي قال يسوع أنا هو نور العالم أنا هو إيجو إيمي يعني بقول نفس الآية في مزمور 27 بقول أنا هو نور العالم الرب نوري وخلاصي ممن أخاف فإذن المسيح هو نور العالم أحبائي النبوات كانت تتنبأ عن مجيء المسيح الذي يفتح العيون وأنه يخلق العيون وأعطى التلاميذ أن يفتحوا العيون وأن الشفاء الجسدي دلالة لخلاص النفس شفاء روحي ولكن كثير مرات أحبائي مرات يسوع تكلم عن هذا الموضوع بصغة الدينونة لم تريد أن تؤمنوا لدينونة أتيت إلى هذا العالم فجاءوا بعد ما شف المولود الأعمى سألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية صليها اليوم قل لي يا رب حررني من الكبرياء حررني من الظلمة حررني من الفساد حررني من الخطية اعترف للرب قلت للرب أعترف قل له افتح عيني افتح اكشف عن عيني حتى أرع جائب من شريعتك افتح يا رب خل أعطيني البصيرة الروحية افتح ذهني حتى أفهم الكتاب حررني من كل قيود حررني من كل ظلمة تعرف يا حبائي لما الإنسان بيسمح لمنطقة مظلمة فالشيطان عادة يعمل في المواقع المظلمة ولكن صلي اليوم قل له يا رب حررني من الظلمة حررني من القيود حررني لأنه أنا مش شايف مش شايف مظبوط اكشف عن عيني تعرفوا الشخص اللي عايش في المستنقع أو في الوحل لا يستطيع أن يرى صحيحا ولكن عندما يتحرر ويحلق ويرتفع بيبتدي يشوف من خلال عيون المسيح معجزات كثيرة فتح المسيح عيني الأعمى في بيت صيدة بارتماوس في أريحة المولود أعمى في أور شليم فتح عيني شاول الترصوصة ومازال في عمل فتح العيون والآن حبائي لازم تدرك شيء مهم وحقيقة مهمة أنه غرض كل المسيح نور العالم لكي ينير كل إنسان وغرض المسيح أنك ما تضلك عايش بالخطية مستعبد مقيد بأصفاض وأغلال وقيود العبودية ولكن تدرك أنه الله محبة الله بيحبك بس مشكلتنا الخطية فالآن تعال للرب اعترف للرب خطيتك توب عنها مثل العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ صليها اغسلني يا رب بدمك الطاهر الثمين ادعو المسيح إلى حياتك قول يا رب أنا بدعوك إلى حياتي حتى تنور قلبي وهذا وعمل الله الله الذي قال أن يشرق نور من ظلم يشرق الآن في حياتك واشكره أنه يأتي إلى حياتك اليوم وصلي أقول له بشكرك على النعمة أنك فتحت عيوني استمر بقراءة الكلمة لأن الكلمة هي نور وبتزيدك إضاح ونور حتى فعلا تكون مشابه صورة يسوع المسيح بصلي من كل قلبي أنك اليوم طلبت يسوع على ثكرة منحب نسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر